وما فتوح لو راح الأهلي ما تقوليش بقى مين وداه خلاص أعلنت رغبتك إن اللاعب للبيع يروح أهلي تعرضت فتوح للبيع أنا عايز أقول لكم فتوح هناك اتصالت من البنك الأهلي فارقوا زد ممكن يجد طيب ماذا لو النادي الأهلي طلب من نادي الزمالك فتوح بشكل رسمي هل هيبيعه؟ هذه أسئلة لمجلس إدارة نادي الزمالك هل الجماهير نادي الزمالك أنت صدرت للجماهير خلاص إن اللاعب ده مزنب خلاص ووحش وأنا عايز أقول لكم إلى الآن في النادي الأهلي فين قسام على فتوح بكرة ممكن يحصل إيه؟ ممكن الدنيا تتغير لكن رغبة فتوح الأولى في حالة التوصل لاتفاق مادي النادي الأهلي في بيرامدزو فيه يعني الأهلي بيرامدز زد فارقوا بنك أهلي ما البنك الأهلي خدق أيمن أشرف يعني عايزين يعملوا حالة فلوس هندفع ما فيش مشكلة هل فتوح ممكن يكمل في الزمالك؟ ويبقى فيه تصالح؟ ده مش موجود دلوقتي ده مش موجود دلوقتي ممكن يبقى موجود؟ حسب إدارة نادي الزمالك هل الجماهير هتتقبل؟ هل اللعيبة هتتقبل؟ لأن في التحقيق فتوح قال كلام كتير على بعض اللعيبة ووقعت بلاش أقول بلاش نخش في لكن قال أن مثل هذه المعاقف حدست بالفعل قبل كده في إحدى المعسكرات وأنا كنت قلت في مرة في المعسكر حصل حاجة اتكلم عليها فتوح لأن خدنا انتقاضات كبيرة لما أنا قلتها فتوح تكلم عليها في التحقيق واستشهد بأكتر لعيب كان بيخرج من المعسكر ويرجع إذن هناك انفلات سابق فأنت بتجاي بتعمل أسس جديدة تحية وتقدير جاي بتعمل نظام جديد تحية وتقدير لكن محتاج وقت لكن مطيرش رقاب لما أنا عدى ماشي فتوح وماشي زيزو وماشي صبحي وماشي فيه إيه؟ عندك كم فتوح وعندك كم زيزو وعندك كم صبحي صبحي بياخد تسعمائة ألف جنيه مفجأة صدق أو لا تصدق صبحي هو اللي طلب إنه هو يرجع من فارقه كان قدامه يكمل ليس كما أشعة من كانوا موجودين من قبل صبحي هو اللي طلب إنه هو يرجع وكان فيه صغرة في عقده وطلب إنه هو يرجع وبيحب الزمالك وأنا بقول لكم هو وبقول لي مسؤولين نادي الزمالك صبحي عايزي جدد صبحي عايزي جدد وبيلا مسؤولين زي عايزه والولد بياخد تسعمائة ألف جنيه في السنة وما بياخدهمش الرحمة يا جماعة شوية الرحمة شوية الرحمة آه مفيش تمادي ويبقى يعني تغالي في الأرقام لكن في نفس الوقت أعضي لعبتي أعض معاهم وجلسة ودية وشوف إيه اللي نقصه ومشاكلهم إيه ولازم نادي الزمالك يفهم وإقدرته تفهم اللعبة دي ما هو نادي الزمالك للي ما يعرفش في الناس متربطين